كخباً التليل الثاني غير إثبات أنك كنت متزوجة لسة أنا مخبيلك الأهم أنت طلعتي عندك بنت جاسين؟ نهي الورقة اللي مكتوب اسم الوالد كاران نوترا أنت رضيان هلأ? البنت اللي كانت مستعدة تقاتل معنا فربت لفوق من خجلك شو يعني هلأ؟ نحنا ما كنا عم نقل لكم الحقيقة ما كذبنا هن اللي كذبوا عم تفهم؟ خلص شو كل هالتخبيص هات؟ اسمعوني إذا حابين تلغوا هالعرس هاد الشي بيرجع لكم لقل لكم وبس سونا قالت ما بدا تتزوج لهيك حاجة تلعبوا هاي الألعاب وهلأ اطلعوا لبرة ولا تعصبوني طالما أنت عم تهين عيلتنا أكيد ما رح نبقى ولا ثانية عندكم عم تفهم؟ عاجبكن هاي الإهانة؟ صراحة عزمنا عيلتنا ليحضروا العرس قلنا لكل أهل المنطقة أنه قبلنا الراجات رح يتزوج في ناس يجوا لعندي يسألوني إذا كل شي تمام لأنه واضح العيلي غنية كتير من خوفهم وحرصهم مع أنه عد شالا ما شافت شي غلط وهن نحبوها لسونا سونا ما في منه بس الموضوع مو أني حبه أو لا هي سمعت بنت ولأني بحترم الأصول والعادات ما حكيت شي بخصة قدام أي إنسان طلبت من منفتش مختص يعرفني القصة وهيك بكون أنا حافظت على اسم بنتكم وسمعتها من الإشاعات ومن تلميحات العالم من حقنا ما نقبل أنه العروس يكون عليها حكي أو حتى الناس يتهموا وظلم ما بدي راجات ينهانوا يصيروا الناس يضحكوا عليه هذا حقنا ابن أخي راجات لساته صغير وأنا عمه سنته بقى فهمني طريقتك بحماية سروتك وسمعة عيلتات أنا بقدره وبحترمه محافظين على وابتكم سيد رايشاند إذا كانت بنتك متزوجة من كاران وعنده منه بنت فهمني ليش عم متزوجها وشو إليه داعي هذا العرس شو هي غايتك وإنتي كاران لوترا قلت إنه سونا كانت رفيقتك لسا تكون سوا شو عملت الله كيف قدرت تعمل هيك مع رفيقتك شو ما عندك ضمير وما بتستيع على حالك إنتي أبدا سكوت سكوت كلمة تانية رح أنسى إنك أكبر مني وما أحترمك إنتي بتعرف معنا الرفقة؟ التاريخ اللي قلته شهر أيار 2017 وقتها كنت بطل الجمهورية بالكراكت وكنت ملتزا كنت كتير جدي بشرلي وبعمري ما خبصت مع بنت وسونا سونا كانت مجرد رفيقة فلو شكرا% اشتركوا في القناة